بالبداية أنا حابة أتشكركم لأنكم لبيتوا دعوتي وما خجلتوني مثل ما بتعرفوا اليوم عيد ميلاد فتون وأنا حابة حضر لحفلة عيد ميلاد كبيرة وخليلها ياها مفاجأة بدي ياها تطلع من الحالة اللي هي فيها ولهيك أنا بحاجة لمساعدتكم طبعاً منساعدك وكلنا جاهزين لهالشي حلوة هالفكرة، إليش لها؟ أكيد رح تنبسط فتون طيب أنت بشو عم تفكري بالظبط؟ رح خبرها إنه في حفلة لماركة سيسا دينجر ورح إلا إنه هي رح تكون المحور الأساسي بهي الحفلة وأنا جماعتكم لحتى نشوف شو ممكن نعمل كرمالة لازم تكون حفلة مميزة مشان الكل يمبسط وأنا جاهزة إسمع أي اقتراح بخلي هالليلة ما تنتصى بالنسبة لفتون ولكل الناس أنا عندي فكرة، شو رأيكم بالحفلة؟ نعمل عرض لصورة القديمة قصدي مثلاً فتون من لما كانت بابي وبعدين بالمدرسة فكرة حلوة معه؟ ومنقول للخالي مرام تعطينا كل صورة إيه جبتي يا فكرة بتاخد العقل وكتير حلوة وهيك أنا متأكدة إنا رح تتفاجأ وتنبسط بالقصة طفقنا وساعاته بيشتغل الرأس كمان روك، موسيقى بتجنيت كل البنات اللي عرفتهم بحياتي بيحبوها أه، 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 أصدي سكوت مروان، هالليلة تاريخية لفتون وإلنا كمان يعني أنا ما رح أنساها بنوب وإنت كمان مروان غيات رأيي بالرأس، ما حبيت هالفكرة أبدا حياتي لا تفهميني غلط، أنا بس كنت حابب ساعدون يعني غليز، أنا بصراحة في عندي اقتراح حلو كتير بس يمكن ما يزبط وصعب شوي شو هو أحكي؟ في مطربة بتحب فتون كتير وطبعاً كلاياتنا منحبة للفنانة أيضاً ما بعرف إذا أنت بتعزمية بتجي ولا لا منجرب؟ أكيد بتجي هاي معنا مشكلة بس أنا لسا عندي مشكلة أصعب من هاي مشكلة؟ شو هي؟ إياد بصراحة أنا حكيت معه قبل ما أجي لعندكن قال لي إنه ما رح يقدر يجي قال في عنده شغل برات البلد وما رح يقدر يكون موجود اليون حاولوا بأي طريقة إنه يحضر هالحفلة شو هالحكي؟ هو قالك ما رح يجي على عيد ميلادة؟ لا، مو هيك القصة أنا ما قلت له إنه يجي مشان عيد ميلادة أبداً خفت فتون تفكر إنه نحنا يلي ذكرنا تقوم تكتئب أكتر وأنا ما بدي إياها تزعل إيه طبعاً وما بدي إتدخل بيناتهم بس لازم يكون في شي طريقة تانية نجيبه بدون ما نقل له إنه عيد ميلادة إيه ما نجيبه خليه علينا مدير أعماله قال لا طيب ليش؟ خلينا نطالع مدير أعماله من الموضوع ما فيكم؟ طيب ماشي مو مشكلة هذا الشي كان من سوق حظنا كمان ماشي الله معك مدير أعماله قال إنه هالشي مستحيل ملتزم بحفلة تانية ومضغوطة كتير بهي الجمعة شو رح نستفيد إذا دبرنا المطربة؟ وما قدرنا نقنع إياد إنه يجي على الحفلة ايه وهي كمان مشكلة لازم نلاقي طريقة لحتى نحلها لنشوف صاحب هالمشكلة ليش ميبس راسك لها الأد قالوا إياد قللي شو أخبارك؟ ايه ايه شو بدي أقلك؟ اليوم المساء في صهرة لماركت سيسا دينجر بدك تجي مو هيك؟ لا اليوم شكلي ما رح أقدر إيجي بتول في عندي مشروع ملاجئ بدي شوفه مضطر إني سافر يا الله إياد بس ضروري تكون موجود حاوي لايكي في مشروع الملعب مطولين لحتى نقبض عليه لهيك لازم نبلش بهالمشروع بسرعة يعني باختصار إذا ما رحت اليوم وشفته يمكن يتدهور وضع شركتنا أكتر ايه فهمت معاشي نبسطوا أنتو شو باك وين صافين وينك شو باك شريك ولا شي شو بدك يعني ساوي وأنا الهلأ ما قدرت لقي حلة مشاكلي والله ما لنفس أعمل شي يا شريك شو بدك اشتركوا في القناة